الجولة 18 في الدوري المصري والمباراة رقم 6 لنجم التدريب بعتبره نجم التدريب هذا الموسم عماد النحاس بيكسب الاتحاد اللي عامل نتائج هيلة في البطولة العربية ولكن للأسف نتائج غير جيدة في الدور العام وبيكسب 2-1 والجدال 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 على التحكيم زي ما قال نجمنا الجميل وليد صلاح الدين وزي ما بيقولت العمري ده الطبيعي في كرة القدم من كنت بتناقش وانا جاين انا ومصطفى ابني على حتة الفار نتعمل ولا ما تعملش لصالحة الكرة او مش لصالحة الكرة زمان احنا على ايامنا ما كانش الملايين دي بتتصرف لكن دلوقت الكرة بتصرف ملايين لكن وحنا كده بنتكلم هو بيأثر على مين على اللي بياخد بطولة واللي بيهبط لكن اللي بقى كله في النص ما بيأثرش لان اللي في النص ده كله من بعد من التاني لحد قبل التلاتة الاخرانيين ولا الاربع الاخرانيين ما بيش هيأثر لكن في نفس الوقت تعب ناس تعب جهاز فني تعب مجلس ادارة تعب لعيبة تعب جماهير كده زي نادي الاتحاد والنهاردة الاسهل اللي كان على وش وليدي هو بيتكلم وانا اول مرة بشوف فاليد صلاح الدين بيتكني بالاسلوب ده عن الحكام لكن الواحد لما بيتكلم وهو خسران ولا هو بتحز في نفسه قوي يعني بتخسر بفعل فعل بفعل فعل غير متعمد ودي نقطة مهمة جدا فعل فعل غير متعمد لما الجولين النهاردة يجوا في الاتحاد هاني هذا الجولي الجميل يجيبه في نفسه وجول اوف سايد يعني انت خيل بقى جون بنيران صديقة وهدف اوف سايد ونادي المقاولين العامي النتائج مبهرة مع عماد النحاس لكن هي دي كرة القدم وهي دي متعتها زي ما طول عمري بقول يعني انا ما كنتش على مدار عمري ده كله ان احنا نجيب بقى الشعار فيلكتروني زي التنس كده نزلت على الخط ولا قبل الخط ولا اوف سايد زي ما بيحصل كده في موضوع الفار هتفقد متعتها لكن الشق التاني اللي انا اتكلمت فيه الناس بتصرف ملايين وبتخسر بجول اوف سايد بتخسر بضرب واتفر ايا كان الحاكم ايه لكن الحاكم بشر في الاخر لكن هنا انا عايزة اسأل سؤال الحكام دي مرنين كويس الحكام دي مذاكرين كويس لان انا شخصا اتقرصت اتقرصت وما اتكلمتش لان اعرف ان الكلام مش هيجيب جدوى وانا شخصيا بعتبر اللي بتكامل في الوضوع دي حجج طب ما يعني ما انا خسرت اتنين ممكن اجيب تلاتة جوال ببقى كسبان تلاتة اتنين لكن برضو حق اصيل للمهزوم اللي هو بيخسر بخطأ للحكام للحكام